بعد إعلان تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض حجره جميع المخالطين من الدرجة الأولى للمصاب في منازلهم تحت رقابة مشددة من المركز وذلك بعد زيارة فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز لمحل سكن المصاب وأقاربه وأخذ 26 عينة مخبرية فيما أكد مسؤول فريق الاستجابة السريعة عدم معاناة أي فرد من عائلة مصاب من أي عراض تنفسية مركز مكافحة الأمراض أكد أن حالة الشخص المصاب مستقرة وتقدم له الخدمة الطبية بمستشفى طرابولس المركزي فيما أكد المدير المركز بدر الدين النجار أن تأخر الإعلان عن حالة الإصابة الأولى جاء نتيجة عدم التأكد من العينة وتكرارها للتأكد تم تحليل العينة في المعمل أعطت نتيجة سالبة ولكن بجودة ضعيفة جدا فطلب مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز وطر المكافحة الأمراض عينة أخرى للتأكد وبعد تحليل العينة الأخرى وكانت جودتها عالية ظهرت النتيجة موجبة وتأكد أن المريض فعلا مصاب بفيروس الكورونا وزير الصحة بحكومة الوفاق زارة بدوره المصابة بفيروس كورونا بمستشفى طرابلس المركزي مع مدير المستشفى البهلول بن رمضان الذي أكد أن حالة المصابة مستقرة رغم كبر سنه وأنهم سيجرون تحليلات له بعد بضعة أيام للتأكد من تعافيه الكامل داعيا إلى دعم القضاء الصحي ومواجه النداءه إلى الأطقم الطبية بمضاعفة الجهود للتعامل مع أزمة كورونا الحالة وضحها طبيعي رغم العمر المريض ورغم الوضع العام للمريض يعني حسب المعطيات في العالم أن الحالات هذه تكون معرضة أكثر لكن والحمد لله أن المريض هذا يعتبر الآن شبه معافة إظهروا الاهتمام بمكافحة تفش الفيروس المستجد ينبغي أن يصاحبه إجراءات عملية حكومية بدعم الفرق الطبية والتزام من المواطنين بحظر التجول كل ذلك في إطار الشفافية في ظهر المعلومات للرأي العام كي يتشارك الليبيون جميعا مسؤولية مواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة